اهلا بك عزيزي المشاهد وهذه الحلقة الجديدة من برنامج شخصيات كتابية في بداية هذه الحلقة أحب أن أقرأ لك آيتين من مزمور 142 المزمور ده اسمه قصيدة لدعود في سفر مزمير هتلاقي 13 مزمور العنوان بتاعهم قصيدة كلمة قصيدة دي ترجمة لكلمة عبرية تعني فهم يعني المزمور ده بيفهم يعني المزمور ده بيعلمنا حقائق روحية هامة جدا في 13 مزمور عنوانهم ايه قصيدة يبقى دي مزامير نقدر نسميها مزامير تعليمية وانت بترنم المزمور ده أو انت بتقوله بتتعلم بتتعلم حاجات أساسية أعرأ لك آيتين من هذا المزمور نتعلم منهم آية سبعة وآية خمسة في آية خمسة صرخت إليك يا رب قلت أنت ملجأي نصيبي في أرض الأحياء في أرض الأحياء يعني هنا الأرض اللي احنا عايشين فيها بالجسد يعني أجسدنا هنا حية هنا بيقوله أنت ملجأي نصيبي يبقى التعليم هنا مش ممكن الرب يبقى ملجأك إلا لما يكون هو كمان نصيبك يعني نصيبك يعني نصيبي هو الرب قالت نفسي يعني أنا أعظم حاجة بامتلكها في حياتي علاقتي مع الرب ده معنى النصيب زي ما بيكونه يوزعه الأرض ده بياخد الحتة دي ده نصيبه ده التاني نصيبه الحتة لجنبي أنا أعظم ما أمتلك في حياتي الرب علاقتي بالرب ده الدرس اللي لما عبه كده يبقى قادر أقول للرب إيه أنت ملجأي الآية التانية اللي نتعلم منها طبعا كل المزمور مزمور للتعليم بس أنا اخترت آيتين آية رقم سبعة بيقوله أخرج من الحبس نفسي لتحميد اسمك الصديقون يكتنيفونني لأنك تحسن إلي أخرج من الحبس نفسي لأني داود لما نرجع للعنوان بتاع المزمور داود كان في المغارة يعني إيه في المغارة يعني بيحمي نفسه جوه المغارة من شاول الملك شاول الملك عايز يقتله فهو بيستخبى في المغارة يبقى كأنه في سجن فداود بيصلي أن الوضع دا ينتهي أنه مش معقولة يعيش كده مدة طويلة محبوس محبوس في البرية محبوس في المغارة هربان من شاول فبيقوله يا رب اخرج من الحبس نفسي الصديقون يكتنيفونني لأنك تحسن إلي إيه بقى اللي أتعلمه من هنا أن أنا في وقت الضيقة أنا بصلي بقوله يا رب طلعني من الضيقة إنما وأنا بصلي الرب بيعمل معي حاجة كويسة قوي بيبعث لي ناس يؤازروني يشجعوني بالنسبة لداود يشيله منه الإحساس بالغربة لأنه قال كده الصديقون يكتنيفونني لأنك تحسن إلي هو بيصلي أن الرب يطلعه من الحبس دا لكن في نفس الوقت بيشكر الرب من أجل أن الرب بعت له صديقون يعني ناس ناس محبة محبة حقيقية ناس أمينة مش ناس متملقة وقفت معاه وأحاطت به إيه اللي أنا بتعلمه بقى من الآية دي إن في وقت الضيقة الرب يبعت لي الناس اللي ترفع معنوياتي الناس اللي ساعدني الناس اللي تخفف من علي ألم وصقل الضيقة الصديقون يكتنيفونني لأنك تحسن إلي عزيزي المشاهد ليكن الرب يسوع هو نصيبك لكي يكون دائما ملجأك هو اللي بيحميك في وقت الضيقة وعزيزي المشاهد في وقت الضيقة آمن أن الرب سيرسل لك من هو أمين وقادر أن يساعدك ويبعد عنك في وقت الضيقة الأشخاص اللي بيجبوا له اللي ممكن يحبطوك بكلمتهم الأشخاص اللي محبتهم مزيفة آمن عزيزي المشاهد أن الرب دائما دائما ينقي ينقي الأصدقاء ينقيك من الأصدقاء المضرين تعال معي الآن إلى سفر رؤية أصحاح 18 بنفكر نفسنا أن أصحاح 17 وصحاح 18 عن بابل 17 عن بابل الديانة و18 عن بابل المدينة في 17 تدمير الديانة وده هيحدث إمتى في بداية الثلاث سنين ونص الأخيرة آخر ثلاث سنين ونص في بدايتهم هيحدث تدمير لعازي الديانة مين اللي هيضمر الديانة دي الوحش ليه؟ بنذكر نفسنا عشان الوحش هيصطدم مع القادة بتعود هذه الديانة ليه؟ لأن الوحش في بداية الثلاث سنين ونص هيعلن أنه هو الإله وهيدعو إلى عبادته وعبادة الشيطان فالقادة بتعود الديانة دول هيقفوا ضده فهيصطدم بيهم النتيجة هيقتلهم وهيخرب بقى أماكن العبادة بتاعتهم وهيونهي هذه العبادة تماما وقلتلك ما تستغربش لأن عندنا سابقة في التاريخ تقول لي يعني كل الناس اللي ماشيين في العبادة دي هيصبوها ما تستغربش عندنا مثل قلنا الملك بتاع انجلطرة هنري الثامن سحب انجلطرة كلها من الطائفة الكاسوليكية وعمل وبيقي فيه كنيسة تاني مش تبع الفاتيكان يعني سحب بلد بكاملة فالوحش بقى اللي هو ملك هيملك على كل البلاد هيقدر يسحب كل الناس وطبعا بالقوانين اللي هيعملها وإنه لما يحطش سمة الوحش على الجبهة بتاعته ميبأ لا يعرف يشتري ولا يعرف يبيع فبالقوانين دي مين اللي مش هييجي وراء عبادة الوحش والشطان المؤمنين الحقيين بقى اللي عندهم استعداد انهم يضحوا يموتوا ويقول عنهم الكتاب ولم يحبوا حياتهم حتى الموت يعني المستعدين يموتوا ولا يدخلوا في عبادة الوحش ده أصحح 17 أصحح طبعا 11 بقى بيتكلم عن تدمير باب المدينة امتى دي باب الديانة العبادة ده في أول الثلاث سنين ونص الأخيرة طب وباب المدينة ده في آخر الثلاث سنين ونص الأخيرة هنا بقى هنتأمل معا في أصحح 18 في آية 7 أكمل يعني لأن دي تأمنا فيها في الحلقة اللي فاتت بقدر ما مجدت باب نفسها وتنعمت تقولي وفيه غلط أن الوحد تنعم يعني يعني رفاهية يعني عندها رفاهية الناس عندها أحسن عربيات أحسن طيارات كل واحد عنده طيارة خاصة من الأغنياء بتاعة البلد تنعمت بقدر ما تنعمت بقدر ذلك أعطوها عذابا وحزنا هو الرب مش عايزنا يعني نعيش مرتحين سؤال هو الرب عايزنا نعيش فقرة سؤال كلا لأن عندنا أغنياء في الكتاب المقدس كانوا مؤمنين رائعين إبراهيم كان غني مثلا يوسف غني جدا عندنا أمثلة داود كان غني جدا فعندنا أغنياء وفي العهد الجديد عندنا أغنياء في ليمون شخص غني يوسف الرامي شخص غني فعندنا ناس مؤمنين رائعين أغنياء ولأنهم أغنياء عندهم بيوت كويسة عندهم أكل كويس عندهم عربيات كويسة أغنياء فالرب مش ضد أنك أنت تبقى مرتاح دا بالعكس أنت لديم تؤمن أن لا يعاوزك شيء دا يمنى أن الرب يرعانا فلا يعاوزنا شيء لدينا كل شيء بفيض طب دي الرب أعطاه أو دي كان عندها فيض زيادة قوي هو غلط يبقى عندي فيض زيادة قوي غلط بقى لما أنا ما يبقاش عايش مع الرب يعني ما عنديش قلب مثلا يعني إيه ما ظهر أنك مش عايش مع الرب ما عنديش قلب ناحية الفقرة مثلا رغم أنه عند كتير ما عنديش قلب ناحية الناس اللي مش لقيا فلوس عشان تتعالج بيها ما عنديش قلب ناحية البنات اللي عايزة تتجوز ومتعطى الجوازة عشان ما فيش فلوس فما عنديش قلب وعند كتير آه يبقى أنا عايش بعيدة عن الرب لا ده تناعم ده يجيب لي كوارث يعني الفلوس الكتير مع شخص عايش بعيدة عن الرب تبقى كرثة لي تبقى كرثة تبقى حاجة هتجيب مقاسي لي ولي بيته في فرق جامد بأن أنا أخد الفلوس من إيد الرب واصرفها بحكمة وأنا عايش مع الرب ده في فرق بأن أنا أخد الفلوس من إيد الرب وأصرفها كمان بحكمة وأنا وأنا بصرف الفلوس أنا ليه علاقة مع الرب وبين واحد يقول لك أنا بأخد الفلوس دي بشطرتي واصفها زي ما أنا عايز ده هيعيش سعيد وده السعادة بتاعته وقتية ممكن العربية اللي هو بيتباهى بيها تبقى سبب في أنه يعمل حدثة وممكن المصنع الكبير ده فجأة يتولع فيه نار بيقول كده الكتاب ما حالا لدينا نتعلم بقدر ما مجدت نفسها وتنعمت الرب بيقول للملايكة اعطوها عذابا وحزنا والآية اللي بعدها تفسر لأنها تقول في قلبها أنا جالسة مليكة ولست أرملة ولن أرى حزنا يعني عندها طمأنينة بس طمأنينة مبنية على إيه؟ مبنية على إنها تمتلك قد إيه؟ عندها فلوس قد إيه؟ عندها جيش قد إيه؟ ده معنى إن أنا مش أرملة لا أنا عندي جيش يحميني أنا جالسة مليكة يعني ما فيش حاجة خطر علي أنا إيه إيه الخطر هيجيلي منين؟ بالعقل ما فيش خطر علي الطمأنينة الزائفة نوع من أنواع الكبرياء الذي يدمر دي طمأنينة المؤمن يقول آه يقول أنا مش أخزة زي ما الكتاب بيقول أنا مش أفشل لكن بيقولها نتيجة إيمانه بالرب مش إيمانه بقدراته لا إيمانه بقدرات الرب مؤمن بالآية اللي بتقول أنه قادر أن يحفظكم غير عاسرين مؤمن أنه منتظر الرب لا يخزون ما يقول لهمش خزي مؤمن أن إله السماء يعطينا النجاح مؤمن بالآية دي كمان مؤمن بالآية اللي بتقول لا نفشل الله لم يعطينا روح الفشل في واحد بيستمد الإحساس بالأمان من علاقته مع الرب ده مش هيبقى أمان زائف ده هيبقى أمان حقيقي في مدينة زي مدينة بابل مستمدة الإحساس بالأمان بما تمتلك من جيش ومن أموال ومن خطط بقى لأي حاجة تحصل عندهم خطط جاهزة بيستمد أمانه من عقله ده أمان زائف وأنا أتذكر مدينة بابل القديمة الإمبراطور العظيم في القوة وفي الغنى نابو خص نصر كان مستمد أمانه من جيشه قد إيه فلوسه قد إيه بنى أصور قد إيه في المدينة هذه المدينة أنا بنتها مش عارف بإيه وطلع فوق السطح وعارفين القصة تأمنا فيها وإحنا بنيدل السفر دانيال وإيه اللي حصل بتحول إلى حيوان جاء له مرض كده نابو خص نصر ده الأمان الزائف الأمان اللي واخد أمانه من أنا عملت أنا وأنا 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 إيه اللي حدث وهو بيقول كده جاءت له الضربة إيه هي الضربة إن جاء له مرض خليها يشوف نفسه حيوان يتهيأ إنه يتهيأ له كده نفسه حيوان وعاش كحيوان كذا سنة المرض لما يسيطر عليه خلي الإنسان لما يسيطر عليه خلي سلي يتخيل نفسه حاجة مش حقيقة تخيل نفسه حيوان زي واحدة كده تتخيل نفسها إنها سمينة وتبتدي ترفع تأكل قليل متخيلة نفسها مش حقيقي لكن هي دائما متخيلة نفسها إنها أزيد من الوزن المزبوط تخيلات دي نتيجة لإيه هنا بقى النتيجة بتاعت نبوخ النصر كت نتيجة الأمان الزائف وبابل في نهاية الأيام هيحصل معا كده لأنها تقول في قلبها أنا جالسة ملكة و ده الآية دي أقدر ألاقي آية مسيرة لها بنربط العهد الأديم بالعهد الجديد لأن الكتاب المقدس كتاب واحد يعني يعني صحيحة كتب فيه قرون كثيرة وبأقلام أشخاص مختلفين لكن فيه وحدة في الكتاب المقدس لأن اللي كتب في النهاية هو الروح القدس هو اللي كان بيستخدم أشعية هو اللي كان بيستخدم يوحن في صف الرؤية استخدم أشعية نقرأ أشعية أصحاح سبعة وأربعين آية رقم سبعة قالت إيه بابل في رقم سبعة الآية قلت وقلتي ربي بيقول لها إلى الأبد أكون سيدة يعني قيلة كده أنا دايما نعيش سيدة كبرياء طب إيه اللي يضمن لك أنت أنت بتاع بيد الرب المدينة ني بتاع بيد الرب لا إيه اللي يضمن لك الفلوس التجارة الجيش الوحش الشطاب قلتي إلى الأبد أكون سيدة عزيزي المشاهد لو أنت أمانك مستمد من حاجة غير الرب أنت في خطر شديد زي الخطر اللي كان فيه نابو خزنصر وأتى عليه أنت في خطر شديد زي مدينة بابل اللي هتحصل اللي يحصل لها في نهاية الأيام وقلتي إلى الأبد أكون سيدة فالآن اسمعي هذا أيتها المتنعمة الجالسة بالطمأنينة ربعين نبقى مطمأنين طبعا في نفس سيف الأشياء أقولك بالهدوء والطمأنينة تكون قوتكم هنا بقى بالهدوء والطمأنينة يكون الخراب ليه لأن الهدوء والطمأنينة الأولانية دي نتيجة علاقة مع الرب قال كده الرب بالرجوع إلي بالرجوع إلي والسكون تخلصون معادي تبقوا مطمأنين بالهدوء والطمأنينة تكون قوتكم أوعى تبني طمأنينتك هتعمل عملية جراحية على مهارة الدكتور أو أن المستشفى دي فيها كل الأكيزة لا تبني الطمأنينة على أن الرب هيهيمن على الدكتور وهو بيعمل لك العملية يبقى الطمأنينة هنا استمدت منه أخطر حاجة أنك تعمل حاجة وإنت مسنود على حاجة غير الرب منتع الخطورة مسنود على زكائك مسنود على صحابك مسنود على فلوسك تبقى في خطر طمأنينة لأنك صليت والرب عطاك سلام تبقى في أمان شوف أشعية 47 بيقول إيه وقلت إلى الأبد أكون سيدة فالآن اسمعي هذا لنبو أياته المتنعمة الجالسة بالطمأنينة القائلة في قلبها يعني ده لسان حالها ده الكلمات اللي جاية أنا وليس غيري لا أقعد أرمالة يعني عمري مهبأ أرمالة عمري عمري مهبأ محتاج فيأتي عليك هزان الإسنان بغتة في يوم واحد هيجي بقى التدمير في يوم واحد ودي نبوة على اللي هيحصل في نهاية الأيام زي ما قال هنا أو زي ما بنقرأ في صفر رؤية أصحاح 18 لأنها تقول في قلبها أنا جالسة ملكة ولست أرمالة ولن أرى حزنا هو هتقول أنا مش ممكن أفشل بالرب مش ممكن تفشل بنفسك هتفشل 100% لو أنت بتتجوز وتقول دي بنت رائعة وأنا رائعة ونعيش زواج سعيد لا مش هتعيش زواج سعيد لو أنت متكل على كده لكن لو أنت متكل على الرب هتعيش زواج سعيد ده عن الرب بيضمن المستقبل ممكن إنسان الهدية النهاردة بعد سنين تبقى غضوبة وشارسة إيه اللي يضمن الرب عشان كده عزيزي المشاهد لا تبدأ أي أمر بدون الرب لأنه هو الضامن هو الذي يضمن وزمان حزقية قال له كن ضامنا لي أنت اللي تضمن لبكرة لأنها تقول نرجع لباب لأنها تقول في قلبها أنا جالسة ملكة ولست أرمال ولن أرى حزنا ده ترى حزن رهيب من أجل ذلك النفس اللي أرناه في أشاية في يوم واحد ده تعبير يعني حاجة كده فوقائية وسريعة في يوم واحد ستأتي ضرباتها هتيجي الضربات عليها بقى بسرعة موت وحزن وجوع وبعدين يحصل لها إيه وتحترق بالنار لأن الرب الإله الذي يدينها قوي هذه خطورة الناس اللي بتجد أمانها بعيدا عن الرب إيه اللي هيحصل لهم هيحصل لهم موت حزن جوع واحتراق دمدينة بابل ستأتي ضرباتها في يوم واحد موت وحزن وجوع وتحترق بالنار أما الذي يجد طمأنينة في الرب ده سيثبت إلى الأبد عزيزي المشاهد إلى اللقاء في الحلقة القادمة الرب معك إلى كل أحبائنا المشاهدين نقدم لكم كتاب الدم والعهد هدية مجانية من خدمة أنهار الحياة عند تلقي مرسلاتكم هيا اكتبوا لنا اليوم دون تأجيل وشاركونا بتعاملات الرب معكم من خلال البرنامج أو بأي استفسارات أو طلبات خاصة ونصلي معكم من أجلها راسلونا على البريد الإلكتروني mail at pastordaniel.org أو العنوان البريدي أنهار الحياة صندوق بريد 3030 الحرية هليو بوليس القاهرة جمهورية مصر العربية أو ريفرزوف لايف P.O. بوكس 433 غرينفرد UB5 9BJ UK أو ارسلوا لنا بريداً صوتياً أو رسالة SMS على 012 500 77 88 وأخيراً ندعوكم لمتابعة ما يقدمه موقع خدمة أنهار الحياة الجديد باستمرار على www.pastordaniell.org أربوا معكم وإلى لقاء في حلقة جديدة من برنامج شخصيات كتابية ترجمة نانسي قنقر